اشتركوا في القناة مع ضيفنا الأستاذ الجامعي والعضو المؤسس بالجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا الدكتور علي رمضان أبو زعكوك أعود وأرحب بك مجدداً في الشاهد الدكتور علي أهلاً وسهلاً بك ومشاهدين دكتور بعد عودتك من الدراسة في الخارج كما تحدثت في الحلقة الماضية بشرت العمل في الجامعة التقيت بالقذافي أجرت معه اللقاء خاص نشر في مجلة قورينا مجلة قورينا التي كانت تصدرها كلية الأداب كلية الأداب بجامعة كانت مازالت الجامعة الليبية في تلك المرحلة لم يتم تغيير اسمها بعد نعم بعد ذلك انخرطتم في التدريس المرحلة كانت حافلة بالكثير من النشاطات والأحداث أيضاً ربماً لو بحثنا عن بداية لهذه المرحلة ستكون هي سنة 73 عندما أعلن القذافي ما عرف بالثورة الثقافية نعم من أين يمكن أن نبدأ الحديث عن هذه المرحلة هو الحقيقة في تلك السنة كان أولاً الدعوة لاجتماع ضم كل الطلبة الموفدين في الخارج إلى طرابلس تم استدعائهم من الخارج استدعائهم للقاء وأنا كنت قد وصلت إلى بنغازي لكن فضلت أنا أشارك فيه أيضاً رغم أني أنا وصلت من دراستي وأصبحت تابع الجامعة ودرس كمحاضر أنت أصبحت أستاذ جامعي لم تعد طالب موفد للدراسة في الخارج نعم بس لم أكمل الدكتوراه حتى تأتيك اللحظة فظنني أني أنا ما زلت طالب موفد في أعتبرت أن الدعوة أشملك أشملتني وذهبت إلى طرابلس وحضرت المؤتمر هذا كان قبل أو بعد الاجتماع الذي عقد القذافي ودعا إليه أساتذة الجامعات لا بعد هذا الاجتماع الأول كان في فبراير 72 هذا الاجتماع كان في صيف 73 بعد أن رجعت أنا من دراستي الأولى للدكتوراه في جامعة آيوان قبل إعلان المعروف بالثورة الثقافية قبل قبل هو العجيب أن اللقاء والإعلان تم في نفس الفترة في إبريل كان الإعلان عن الثورة الثقافية في زوارة في مناسبة ذكرى المولد النبوي كان هناك أيضاً فيه لقاء مع عدد كبير من الشباب المسلم دعت إليه الجامعة الدعوة بالتنظيم مع القيادات في مجلس الثورة فكان لمحاولة ترويج الثورة الليبية وحضرها القذافي أعتقد أن أتكلم فيها أعتقد لكن العجيب في الأمر أن هذا المؤتمر عقد بعد أن قبضت السلطات الأمن على عديد من النشطاء الليبيين بتهمة الفكر والأحزاب وغير ذلك بعد إعلان زوارة بعد إعلان زوارة فكثير من الشباب الذي جاء إلى طرابلس لحضور المؤتمر سألوا عن أصدقائهم وين أصدقائنا فوجدوا أن عديد من أصدقائهم في السجون بما فيهم الذين كانوا في بريطانيا سألوا عن عمر النامي عمر النامي كان في السجن في ذلك الوقت طيب في اجتماع 73 اجتماع الطلبة ما الذي طرح القذافي ما الذي يتحدث عنه أعتقد كان فيه سرعات كان فيه سرعات لمحاولة الهيمنة على الطلبة الموفدين لأن الطلبة الموفدين كانوا يحاولوا قدر إمكانهم أن ينشطوا الاتحاد الوطني طلبة ليبيا الاتحاد الوطني الحر ودعوة القذافي للطلبة لداخل ليبيا هي لمحاولة الهيمنة على الاتحاد وتدجينه الآن صراع بين من ومن؟ بين الطلبة الوافدين وبين مجلس قيادة الثورة و أعوانهم المجلس قيادة الثورة كان يرأس القذافي بتأكيد كان له كيان طلابي يمثل حتى تلك اللحظة لم يكن كان الاتحاد الاشتراكي موجود وكان فيه أعضاء من الطلبة لم يكن يمثل اتحاد الطلبة لكن كان فيه أعضاء من طلبة الجامعة ولكن أغلب الطلبة الموفادين في الخارج طلبة ماجستيرات ودكتوراهات يعني كانوا من نخبة المجتمع الليبي العجيب أن حصل حوار بينهم وبين بشير هوادي فبشير هوادي واحد من الأشياء التي ذكرها لهم قالوا من إحنا قمنا بالثورة بش ندخل عنده أخلكم الجنة بالسلاسل فرد عليه واحد قال الجنة اللي بالسلاسل مش هنخش يعني كان فيه احتكاكات وصراعات حقيقة قذافي نظم ودعا للاجتماع لنا عنده هدف سيطرة على الطلاب الدارسين في الخارج ومعرفة القيادات لأنه لما صار هذا اللقاء كان العديد من الطلبة اللي كانوا في الخارج غير معروفين للنظام فكانت فرصة مثل الحوارات مثل اللقاءات للتعرف على من هي القيادات الطلبية اللي في الخارج فهذه كانت خطط النظام أن يتعرف لي وهي من حضرت الاجتماع حضرت الاجتماع واخدت بنصيحة بعض الأصدقاء لأني لم أتي من أمريكا اللي كنت أدرس فيها جئت من جامعة بنغازي أن أكون حاضر كمستمع ففعلا في ذلك اللقاء كنت رغم أن أم في ساكت صامت معظم الوقت إلا للقاء بالأصدقاء والذين أعرفهم سواء كان من مصر أو أوروبا أو بريطانيا أو أمريكا ماذا عرض القذافي في الاجتماع؟ الحواريات كلها كانت تدور حول طرح النظرية العالمية الثالثة والدين والقومية ومحاولة ترويج للأفكار التي يريدون أن يظهرونها كنظرية عالمية الثالثة كان الكلام معظم يدور حول هذا الشيء وبالتأكيد كانوا يحاولوا يفكروا في أن كيفية ضم اتحاد الطلبة أو الطلبة الناشطين إلى الاتحاد الاشتراكي لكن الاتحاد أو المؤتمر لم يأتي بالنتائج المرجوة من تحدث في المؤتمر من الطلبة؟ والله كثيرين لكن كان أكثر الناس يعني قوة في النقد وفي المواقف الثانية طلبتها أمريكا وطلبتها أوروبا تذكر أسماء؟ يعني من الأسماء التي أذكرها كان فيها الدكتور عمر الفتحة اللي رحمة الله عليه وانتقل رحمة الله كان من الأسماء الأخرى القليلة والله لأن الزمن فات عليه كثيرا يعني لأن هذا كان صديق وأعرفه معرفة خاصة يعني اختلفه في رأي مع مياطر حلقة الذافية وما اتجاهاته؟ لا لا نضم يعني انتهى اللقاء بطريقة ما بحيث أنه لم يسمح لطلبة بأن يبدو أراءهم في كثير من القضايا الحساسة المطروحة رغم أن بعض منهم حاول أن يقدم مذكرة ودات طلبة الدارسين في أمريكا هذه المذكرة لو وجدت بيّنت كانت تطالب بالحريات وبالديمقراطية وبالدستور وبأشياء هذه كانت فكان لها وقع صدى هذه المذكرة يعني وضع عليها جدار من الصمت حتى لا تخرج للإعلام ولا لأي جيات أخرى أنت كنت حاضر لم تغطي الاجتماع من الجانب إعلامي لم تنشر أيضا أنا كنت أستاذ جامع ما كنتش بوقتها يعني أقوم بأي دور إعلامي لكن أنا أخذت نصيحة بعض الأصدقاء في أني مدمت أنا لست قادما من أمريكا مجرد حاضر حضور عادي علي أن أكون بحضوري عادي لم يحصل أي لقاء مباشر بينك وبالقذافي على هامش الاجتماع لا لم يحصل ولا حديث جانبي لا لا لم يحصل أنا بعد اللقاءات التي تمت في 1972 انتهت لقاءاتي الخاصة به الخاصة اللقاءات عامة حصل وكان عندنا اللقاءات عامة كثيرة بعد ذلك يعني طيب 73 هو نفس العام اللي أعلن فيه المعارف بالثورة الثقافية وبدأت الأجهزة الأمنية تشن حملة قبض على كل من له علاقة بالثقافة والمعرفة والفكر والعمل السياسي حتى قلنا العدد تجاوز الأربعمائة معتقل يعني النقبة الثقافية النقبة الانتليجنسية الليبية كما يقولون يعني اللي هي لها سواء كانت من حزب حركة الإخوانة وحركة الجهاد الإسلام حركة اليساريين أو غيرهم كل من كان له سمة الرفض أو النقد للحكم العسكر كل من كان له موقف رافض أو كل من كان ناقد أو ناقد للحركة اللي قاموا بيها هؤلاء الضباط يعني كان في أصحاب فكر ورأي ونشاط سياسي لم يقبض عليهم لأنهم كانوا قريبين من النظام فيه في من تولوا الدفاع على النظام من دكتور مثل من والله بعض الذين تولوا الدفاع على النظام في ذلك الوقت كان الصادق الصادق النهوم الصادق النهوم نعم من أيضا؟ يعني لا أذكر كثيرا لكن هذا كان مسك أمانة الفقر في الاتحاد الاشتراكي أمانة الفقر في الاتحاد الاشتراكي يعني تعني هي أمانة طرح الإيديولوجية القدفية سواء كان الدين والقومية أو النظرية الثالثة أو غير ذلك يعني المثقفين والحزبيين وصحاب رائي من كلهم انكشفوا أو كلهم عرفوا في ما يسمى بندوة الفكر الثوري التي عقدت قبل ذلك بسنة أو سنتين وهي التي أظهرت للضباط للعساكر من هم النخبة الثقافية الموجودة في ليبيا صحفيين القدامى وضعوا في السجن قدامى رجال الأهد السابق وضعوا في السجن كثير من أصحاب الفكر والأحزاب وضعوا في السجن فيعني كانت العملية عملية إسكات الأصوات التي ممكن أن تحدث ضوجة أو تحدث نقد في الشارع الليبي طيب لماذا تعمل قذاف بهذه الطريقة؟ لأنه ربما كانت تحمل مخاطر أن تكون هناك ردة فعل رافضة على مستورائي العام تؤدي إلى غير النتائج اللي يبحث عنها إذا كان يهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة لحكمه في تلك المرحلة هل من المنطق أن يقدم على حملة اعتقالات لكل من له علاقة بالفكر أو بالرأي أو بالثقافة أو بالسياسة ويكون في صف غير الصف اللي يقف فيه القذافي؟ لقد قام بذلك ولم يحدث أي تردد فعل لم تحدث أي تردد فعل قبض على رموز شخصيات كانت معروفة على المستوى العام الليبيون كانوا على معرفة بكثير من الأجموعة من أصدقائي يعني محمود النكوة عمر النامي يعني هؤلاء الناس كنت أعرفهم معرفة خاصة يعني الشيخ فتح واس من الزاوية وهؤلاء كانوا يمثلوا سواء كان من الناحية الفكرية ولا من الناحية الاجتماعية قيادات المجتمع الليبي قبض على علي يحم عمر الشيخ علي يحم عمر المشهور معروف وأحلقت لحيته لأول مرة يعني كان يقول لأبنائها عمر ما أحلقت لحيتي بالكامل أحلقوها لي في السجن كيف بدأ الخبر ينتشر خبر الاعتقالات وكيف كانت ردة الفعل كيف تابع الناس خارج الناس تعرف أنه إذا أتقل فرد واحد من أي مدينة ينعرف القبر على طول ليس من قدرة النظام أن يسكت تواصل المعلومات عن طريق الأواني المستطرقة الاجتماعية انتشرت الأخبار في 1969 كان فيه هامش تأييد واسع للتحرك اللي قام به الضباط والانقلاب على النظام الملكي لأنه كان فيه ضخ وفيه خطاب قومي وخطاب شعارات تحليل القدس وغيرها الناس مالت إلى هذا المعاني في 1973 هل استمرت حالة القبول والتأييد بما يقوم به الانقلابيون في تلك المرحلة؟ أعتقد أن 1973 ظهرت عدة محطات بيّنت بأن النظام بدأ يعني يسيطر على الوضع في ليبيا ويكشر عن نيابه بكل قدرة لما حصلت الاعتقالات ما يسمى بحركة سبهة كان فيها عسكريين ومدنيين وفيها غيط عبد المجيز سيف النصر وأحمد زبير السنوسي اللي اعتبرت محاولة انقلاب على مجلس القيادة بعد محاولة الانقلاب المتاع القيادات العسكرية العليا المتاع ديسمبر 1969 بعد ذلك أتقل اتنين من الشخصيات المشهورة في ليبيا اللي عملوا مذكرة اللي منهم عبد المولى دغمان والمحامي أحمد سآتي بذكرى إن شاء الله والاتنين سجنوا بسبب هذه المذكرة بعد ذلك أصبحت عملية القبض على أي تحرك في البلد يجتم من ريحة المعارضة كانت عملية قائمة يعني النظام بدأ بمعنى دق يكشر عن أنيابه هذا كان واضح في نطاق دائرة صغيرة اللي هي تشمل شخصيات جامعية بدأت تشعر بذلك الجامعة لكن على المستوى العام المستوى الشعبي الناس لم تكن منتبهة لمثل هذه الممارسات مبكرا والله أذكر أن في أحد المحاضرات في نادي الهلال تكلم وأحد المحاضرين على أن المجتمع الليبي أبدأ دعم لحركة الضباط الأحرار وقد بيّن الشارع الليبي أنه في تأييد لهذه الحركة فرديت عليه الدكتور كان عبد الحفيد زليتني قلت له دكتور أعتقد أنك أنت درست في الخارج ولا تعتبر المظاهرات دليلاً علمياً على تأييد أي دولة أو أي نظام المظاهرات ممكن أن تحركها أي مجموعة بأي قدرة لكنها ليست دليلاً علمياً بيتبت أن النظام له شعبية أو غير شعبية صحيح هي مظهر من مظاهر التأييد لكنها ليست المظهر العلمي الذي يمكن أن يطلق عليه أن هذا هو التأييد الشعبي لهذا النظام أنت لم يقبض عليك دكتور لم يقبض عليك مع أنه كنت محسوب من ضمن الدائرة اللي كل من كان داخلها تم القبض عليها لا أنا مش بها الدائرة لأن أنا محسوب في الجامعة وحتى الآن الجامعة مزالت في منأة عن الذين قبض عليهم قبض على أساتذة عمر نامي ممكن لأن عمر مرتبط بحركة الإخوان فقبض عليه بهدي السيقة ولم يقبض عليه لأنه في الجامعة مرتبط بحركة الإخوان كان عضو في عمر كان يعني اعترفوا هما في السجن بعد عام قليلا من البقاء هناك ظهروا في التلفزيون أن هما كانوا اعترافات تلفزيونية لمعتقلين دكتور لا 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 واللي هي على آترها خرجوا يعني كان فيها نوع من التفاهم بينهم وبالنظام أنهم يعترفوا بيحل التنظيم ويخرجوا عموما يعني لكن اللي حصل أنه ارتفعت أصوات الاتحاد الاشتراكي اللي نقد أساتذة الجامعة وفيهم أنا أيضا نقد قوي طيب كيف فلت من الاعتقال دكتور لنا يعني في الاجتماع مع القذافي تحدثت وطرحت فكرة مخالفة لفكرتها في اللقاء الصحة في الياجرتها معها أيضا كان لك اتجاه من الطبيعة لأن يكون غير مرضي عنها من قبل القذافي أنت في كل جلساتك في كل اللقاءات العامة تتحدث بنفس نقدي لما يقوم به الضباط اللي كانوا في سدة الحكم مسألة غريبة دكتور ألا يتم اعتقالك من ضمن من تم اعتقالهم في تلك المرحلة نعم يعني ما كنتش أجهر بها يعني ما أرفع شارع وانا في الشارع عندما تأتي لحظات معينة في محاضرة في ندوة في اللقاءات أتكلم وأطالب بأن يكون هناك دستورة أن يكون هناك ديمقراطية وأن يكون هناك قانون يعني الأشياء اللي هي أطالب بها أشياء تعتبر من مطالب طبيعية للمجتمع هي نفس المطالب اللي سجن على خلفيتها آخرون الآخرون سجنوا لأنهم كانوا منضبطين أو منضمين إلى تنظيمات وكان النظام أو كانت المجموعة الحاكمة تخشى التنظيمات وعرفوا أني أنا لست ليس كل دكتور نعم ليس كل ليس كل بس أغلب أغلب الذين اعتقلوا في تلك في الثلاثة السبعين كانوا أغلبهم من جماعات المنتظمين لتنظيمات أو تهموا بأنهم منتمين إلى تنظيمات لأنهم كانوا ربما قاربين حتى من فكر هذه التنظيمات يعني سواء كان فكر يساري أو قومي أنت أيضا تنطبق عليك هذه الصفات أنت قريب من التيار الإسلامي تحمل فكر ملتزم فكر متدين القبض على شخصيات مستقلة لا علاقة لها بأي عمل حزبي أو عمل تنظيمي يعني ممكن حتى تأتي على أسماء من الغرابة أن يتم القبض عليه في حين أنك أنت يعني متوفرة فيك نفس المواصفات ولم يقبض عليك والله أمه لا تجزع أي فلحافظ الله يعني هذه ليست إذا كان صاحب البيت سجن قبض عليه مولانا القضية كلها تعتمد على أنه لما أكن متهورا في نقدي كنت دائما أتعقل في النقد ولكن كنت ناقد ولما أكن من المجاهرين في خارج إطار الجامع حتى الآخرين لم يكنوا بهذه المواصفات إلا قلة يعني لم يكن هناك تنظيم لمظاهرات لم يكن هناك دعوات للخروج ضد العسكرية اللي يحكموا لم يكن هناك حتى إعلان رفض يعني يحاول أن يحشد ضد النظام أو غيرها بحيث يمكن أن نقول أن هؤلاء كانوا يمارسوا هذه الممارسات فقبض عليهم الدكتور علي بوزعكوك لم يأتي على هذه الممارسات نفس الحالة تقريبا خلينا نمشي للسؤال ربما يقربنا للتفسير هذه ربما علاقتك بالقذافي اعتبار أنه فيه سابق معرفة مباشرة وغير مباشرة ابن عمك أيضا موجود من ضمن الضباط المئة اللي مش من الضباط من 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 ضمن المجموعة من ضمن مجموعة من التظيم هل شفعت لك هذه الخصوصية هذه الخصوصية لم تشفع لي لما قبض علي وعدبت في الست و سبعين ليست قضية مرحلة أخرى دكتور لا لا مرحلة أخرى بظروف أخرى يعني أنا لا أستطيع أن أحكم على على ما يفعله الغير أنا أستطيع أن أحكم على ما يفعله أنا وبالمناسبة رو استثمرنا في هذه السنة فرصة طيبة في أن نحن أنشأنا جمعية جمعة تراث الليبي أنا سألتك كيف تصف علاقتك بالقذافي في تلك المرحلة في الفترة هذه لغاية الآن كانت فترة ابتعد لم أشارك في أي نشاط من الأنشطة اللي هما قاموا بها لم أشارك في لم تكن في علاقة مباشرة لم تكن في أي علاقة مباشرة غير مباشرة عن طريق ابن عمات غير مباشرة ما كانش فيه أيضا ابتعدت حتى أنا قلت لك حتى في اجتماع الطلبة كانت نصيحة الصديق وهي نصيحة بما يجمع أني أنا لا أشارك في الحوارات عندما بدأت حملة الاعتقالات عندما بدأت حملة الاعتقالات كيف بلغك الخبر؟ أنا كنت خارج ديبيا لنا كنت تعلم أنه سيكون هناك حملة اعتقالات؟ لا ما كنت تعلم عندما أنا رجعت كانت الحملة تمت عندما أنا رجعت من بهكذا ما حد صدفة دكتور والله هي الأزمة لا يوجد شيء اسمها صدفة فيه شيء اسمها مقادير هذا قدري المقادير تأتي على أنا عندي الكلمة الصدفة هذه أعتبرها كلمة شعبية المقادير يا دكتور تأتي على ميزان الأسباب نعم والأسباب فعال بشرية وكويس وأنا كنت في لما رجعت رجعت كانت الأمور أردي تمت أم متى غدرت أنت؟ أنا رجعت في الصيف لا متى غدرت؟ غدرت ليبيا غدرت في الصيف 72 أنت حضرت اجتماع الطلبة اللي كان بينها وبين بداية الاعتقالات لا لا ما حضرتاش غدرت في 72 غدرت في 72 أنا عدت؟ عدت في آخر 73 أنت حضرت اجتماع الطلبة دكتور حضرت اللي حضرت في الصيف 73 اللي هو قبل حملة الاعتقالات مباشرة؟ لا بعد بعد بعدها اجتماع الطلبة كان بعد ولا قبل؟ بعد حملة الاعتقالات حملة الاعتقالات تمت في إبريل والاجتماع كان فيه ومؤتمر العقدة في صيف 73 لأن الطلبة لا يعتون إلا في العطلة الصيفية يعني كان فيه أشهر بين كان فيه أشهر كيف تبعت أخبار وأنبال اعتقالات من خارج ليبيا؟ كانت تصلك؟ يعني ما كانش بدقيقة المعلومات ما كانت شحيحة لأن الاعتقالات ما تحدثت في شهرين أو ثلاثة حتى لدرجة أن بعض الأصدقاء متاعي كانوا يحاولون يبلغون يقول لي أرجو أنك تبقى في الخارج وما ترجعش ما صرتنيش التحذير هذه أنت كنت موجود في أي بلد؟ في آيوة في أمريكا في الولايات المتحدة؟ نعم وكانت رحلة دراسية؟ دراسية كنت مسجل للدكتوراه درست كنت بدأت الدراسة للدكتوراه؟ بدأت سنة أولى وثانية في الدكتوراه هناك توهدني دكتور طيب لما عدت أنت طالب دكتوراه؟ لما رجعت لأنه كان عندي مشروع لعلي لم أوضح لك فيه كان بني تراسل بيني وبين الدكتور إبراهيم إمام رحمة الله عليه واستادي في قسم الصحافة بكلية الأداب أخبرني أنه كان مهتم بتتبعي وكانت بيني وبيني مراسلات أن جامعة الأزهر أسست قسم الإعلام والدعوة وكان يعرف اهتمامي بالناحية الإعلام الإسلامي فقال لي أنه سيكون يشرفنا أنك تكون من أولى الطلبة اللي ينضموا للدكتوراه في هذا القسم فقررت أني أنا درست الإعلام الغربي في المجسير ودرست في الدكتوراه سنتين ففرصة أني أنا الآن أبدأ بحتي في قضية الإعلام والدعوة في الجامعة الأزهر في بيئة إسلامية وبدأت في الأزهر يعني قيمة قيمة مكانة علمية متميزة طيب فقررت أني أرجع رجعت إلى ليبيو من ثم من ثم بديت أترسل وحصل أنك أنت مع أسماع على أساس أني سأنضم إليهم لكن كلفتني الجامعة بأن أبدأ للسعي لتأسيس القسم بعد أن أرسلتني لرحلة حول الجامعات الأوروبية والعربية ليجمع معلومات كافية حول المساقات المعرفية لتأسيس قسم الإعلام وهي اللي قدمت بعدين لهم المقترح بالتأسيس محد الدراسات الإعلامية قدمت لكلية الأداب ووافقت كلية الأداب على المقترح أعضاء هيئة الكلية كانوا 13-12 أعضاء من هيئة تدريس والعميد وافقوا 12 والرئيس والعميد الوحيد الذي لم يوافق لكنه مكلف من كلية بأن يرفع المقترح إلى مجلس الجامعة في تلك السنة أنا كنت أيضا ترشحت عن الأساتدة كعضو في هيئة الجامعة في مجلس الجامعة هذه أي سنة دكتور؟ في 74 لأن بعد ما جيت استقريت أنا بديت أدرس أيضا دخلت مجلس كلية ودخلت مجلس الجامعة يعني أنت لما حضرت اجتماع الطالبة أنت كنت طالب كنت مجرد محاضر لكن كنت طالب في مرحلة الدكتوراه أي كنت طالب في مرحلة الدكتوراه بس راجع من قطعة الدراسة في أمريكا ورجعت ومع ذلك حضرت بصفة أستاذ جامع يعني بصفتي طالب بزال لأن حضرتها في صيف أنا وتعاملت على أنك أنت أستاذ جامعي لا ولي هذا أثرت لا تتحدث في الاجتماع لأنك أنت لست طالب نو نو مش في هذا السبب السبب هو أن الأصدقاء عارفين السراعة التي تم بيني وبين القدافي في السنة 72 فأرادوا لأنه كان واضح أن لو في مجتمع مثل مجتمع طلاب الوافدين وطبعا هذا لا يتيح كثيرا الفرصة أنك أنت تستطيع أن تعبر عن رأيك في أشياء كثيرة وأيضا الانتشار المخابرات في تلك اللقاءات طيب أنت غير ملزم بحضور الاجتماع دكتور بات بإمكانك أن تقول بأنك أنت عضو هاي التدريس في الجامعة وبالتالي لا تنطبق عليك صفة الطالب هذه بعض الأصدقاء قالوا لي المفروض أنها محضرتش قلت لهم أنا أنا بنحضر حتى أنا بنشوف أصدقائي اللي في الخارج لأنه كانت فرصة أنا أتعرف على زملائي في أمريكا وفي العبدال العربية كأنك دكتور دائما تضع نفسك وسط استشكالات يصبح تلمس المسلك لا مش بها ذا الشيء يعني إذا كان عندك شبكة علاقات طيبة لأنه شاركت في تأسيس الاتحادة للطلبة لما كنت في الستينات في مصر درت نشاط طلابي لما كنت أدرس في أمريكا يعني الحركة الطلبية ما زلت أعتبر نفسي منتمي لها لأنني لم أكمل في مساحات أخرى يمكن أن ترتب فيها اللقاء تجمعك بالطلبة حتى مش تجمعك بالطلبة لكن أنك أنت تلزم نفسك بما لست أنت ملزم به تحضر الاجتماع للطلبة وأنت طالب متوقف عن الدراسة في مرحلة دكتوراه ويمارس عملك كأستاذ جامعي وتلزم نفسك بأنك أنت تسمع ولا تتحدث لا تعبر عن موقفك ورأيك وتضع نفسك في وسط مخاطر أن الاجتماع محاط بالرجال الأمن والمخابرات وأن هناك متابعة لمن حضروا ماضيهم حاضرهم احتمالات مستقبلهم قبل ذلك بقليل كانت تمت حملة اعتقالات لمن أنت يعني تنطبق عليك الصفات كلها كاملة ما الذي ألزمك أنك أنت تورد نفسك هذا المهلك يا دكتور والله أنا لست من الذين يعني ينقون عن أنفسهم عندما تكون هناك في فرصة لإصلاحها للوطن وجدت فرصة كنت تحدثت يا دكتور لو كان هذا الدافع لا بس تحدثت تحضرت الاجتماع وسكت تحدثت مع الزملاء لم تتحدث في العام أقصد لو كان الدافع هو أنك أنت لا تبحث عن السلامة في مقابل المصلحة لو كنت تحدث في العام معناها كنت تتكلم حول النظام والنقتل للنظام وغير ذلك لكن مع الزملاء كان تأييد لي لا لا أقصد في الاجتماع دكتور اخترت أن تصمت التي تحدث وتعبر عن وجه الزملاء في اللقاءات الرسمية مع أنه كان بإمكانك في حضور عام بهذا المستهدى الشكل أن تواجه القذافي بسؤال لماذا اعتقلت هؤلاء وعلى عموم القذافي لم يحضر كانت كل اللقاءات من مجموعاته هو اختاروا هيئة المؤتمر عدد من الطلاب ليقابلوه ولم أتقدم لذلك لأنني أنا ما كنتش مؤمتل أي جهة جاءت فمن أمريكا كان اختياره من بريطانيا ومن بلد العربية فاختير وفد من اللقاءات لقد تقوا بالقذافي معنى كان في فرصة أن تدافع خلال اللقاء عن رفاقك زملائك معارفك أصدقائك اللي تم اعتقالهم دون وجه حق أنا لم آتي مع الوفد من أمريكا أنا جئت بنفسي حالة فردية كنت في بنغازي فلما سمعت بالموت كان في فرصة أن تقدم نفسك وتكون من ضمن يعني كان لو أردت لم أرد ذلك لم أرغب في ذلك اخترت أن تنقى عن يعني الجو كان ساخن جدا والجو كان معبأ بالمخابرات ومعبأ بشعورك دكتور الآن بعد أن عدت وتعلم الآن من تم اعتقالهم أغلبهم ما عارفك فيه منهم القريب وفيه البعيد كيف تعاملت مع الحالة؟ بالتأكيد أن الوقت كان صعبا الموقف كان صعبا لم أجد فرصة ليتحدث فيها حول هذا الموضوع مع أهل السلطة مناخ اجتماع الطلبة ليس هو المناخ المناسب لو أتيحت لي فرصة للقاء بالرجل نفسه التي كنت تكلمت معه في هذا الجانب كان بإمكانك أن تلتقي؟ يعني هذا فرضية أنا لم ألتقي ولم أختر أن يكون في ذلك الموقف أنت حتى عندما جاءت الفرصة فضلت أن تبتعد عن الموضوع لا في الخارج خارج المعتقل كيف كان ردة فعل من بقي من هذه الدائرة دائرة المثقفين والمفكرين كان فيه شعور بعدم الرضا أقل حاجة توصفها أنه عدم رضا كان فيه شعور بأن هذه مرحلة كبت وأن النظام العسكري كشر عن أنيابه خلاص وضحت الصورة عندك وضحت لمن لم يعف لمن لم يعتقد أن النظام العسكري من اليوم الأول هو هذا شأنه تحركت قانونيا قضائيا في هذه الفترة لا لا يوجد تحرك تحرك القانوني كان يام لما وصفنا بالبلطجية رفعنا قضية ضد الصحيفة التي كانت تصدر عن القوات المسلحة هذا كان قبل ذلك في 72 في 73 بعد حملة الاعتقالات لم تسعوا لتوكيل محامين لمتابعة الفقر وفيه من دافع عنهم أعتقد منصور الكيخيا رحمة الله عليه كان أحد المحامين الذين قاموا بالدفاع عن هؤلاء المعتقلين كانت هيئات الدفاع كانت من المحامين يعني وكثير منهم تضوع للدفاع على الزملاء غير المحامين لم يشاركوا في في دعم الموضوع في دعم المحامين في تشكيل زخم حول القضية لأنه لم يكن هناك نوع من التنسيق بين القوى الوطنية لحيث أنها تقوم مثل هذا العمل لم يكن فيه موجود لهذا الأمر ولهذا أتقلت الناس وقامت لجان الدفاع من المحامين لمحاولة ترافع عنهم ومتابعة قضيتهم على الصعيد الشخصي أنت كانت تربطك علاقة خاصة بالدكتور عمرو النامو في تلك المرحلة نعم عائلياً هل توصلت مع أسرته؟ لا لا لم أتواصل لأن الأسرة في نالوت وأنا في بغازي كان الوحيد الذي يجيب لي في أخباره هو صهرة سالم إغنان لأنه كان طالب في كلية القانون في بغازي كلية الحقوق في بغازي فكان بيأتيني أخبار عن عمرو بهذا الشكل بعد ذلك طلب منك القذافي أن تكون مسؤول في قطاع الإعلام؟ لا مش هذيك في 72 كانت قبل كانت قبل كانت قبل يعني طلب مني أن يكون مسؤول على الإعلام وطلب مني أن أؤسس مؤسسة إعلامية في القارج أيضاً جاءتني المعلومات أنهم كانوا يبحثوا عني للمشاركة في إعداءة قانون ومطبعات وهذه كلها لم أشارك فيها الأولى والثانية رفضتها بأدب أنا أفضل أن أكون في الجامعة والثانية بفضل الله لم تصني الدعوة فكفى الله المؤمنين للقتال من تم اعتقالهم كم مكثوا في السجون؟ أكثرهم بقى لا يزيد عن سنتين وفيه من خرج فيه في غضون أشهر لا أدري التفاصيل والله لكن على الأقل المجموعة اللي أعرفها يعني قبل نهاية سنتين خرجوا أعادوا لسابق أعمالهم؟ لا عمر لم يعد سابق أعماله عمر أبعد عن الجامعة وأعير لجميع الدعوة الإسلامية من غير الدكتور عمرو النامي لم يكن لك أصدقاء من الذين اعتقلوا وعند الأفراج توصلت معهم؟ أعتقد أن محمود النكوع أيضا وعيد لجميع الدعوة الإسلامية وهو كان في القطع الإعلام أنت كأن في هذه المرحلة انقطعت علاقتك بالقذافي وأيضا انقطعت علاقتك بخصوم القذافي كأنك اخترت أن تنأ بنفسك عن الجميع نعم مش بهذه السورة يعني الإخوة هؤلاء بالذات أصبحت ظروفهم غير مواتية للقاء بينهم لكن أذكر أن عمرو النامي لما خرج من السجن جاء في زيارة لبنغازي والتقينا مع بعض والعجيب أن في اليوم اللي جاء يزور فيه في بنغازي هو يوم اللي ولد فيه ابني أحمد يعني الذكرة كانت موجودة كنا في زيارة عند عبد المولى الهنقي صاحب مكتبة قورينا والوزير السابق في الأهد السابق فحتى كان يقول لي مدام جاءك ابن جديد ممكن نخترع عليك الاسم قلت له لقد سبق السيف العدل لقد اخترنا اسم أوردي كان يريد أن يخترع عمر لما جاء عمر يعني فكان عمر يعني ممكن أن يكون هو ابني أحمد بعد ذلك كان لك لقاء آخر بالقذافي نعم بعد حوالي سنتين تقريبا وكان هذا اللقاء في طرابلس مع هيئة تدريس بالجامعة مع أعضاء مجلسي الجامعة وبعض أعضاء هيئة تدريس جمع مجلس جامعة طرابلس ومجلس جامعة بنغازي وبعض أعضاء هيئة تدريس أنا كنت من الأعضاء الممثلين لهاية التدريس في كلية في مجلس جامعة بنغازي وقد نصحني البعض أيضا بألا أحضر لأنه يعرف أن الموقف سيكون ساخن ولكني قررت الدخول قررت الحضور في اللقاء سألك القذافي بوضوح هل مازلت مع جماعة الإخوان المسلمين أبو الملتقينا سلم عليه وسلمت عليه يعني أنت مازلت إخواني قلت لأنا لما كنت إخواني في يوم من الأيام ما قال لني إخواني قال أنا قلت لأغير رايك لأنني أنا لم أنضم للإخوان على الإطلاق في حياتي كلها لكني ليبي أعتز بإسلامي وأحاول أن أنتزم بإسلامي قلت لأراهي قضية اتهام الناس بالإخوان والإخوانجية قلت لأ هذه كانت ظاهرة من ظواهر الإعلام المصري لما حصل بين عبد الناصر وحركة الإخوان الصراع في تلك الفترة كان الآم المصري يهاجم القدرش 75 كان فيه هجوم عليه كان بوادر الخلاف مع محمد نور السادات بدأت وتوترت العلاقة فقلت له بهذا الشكل يعني أنا أقول أصبحت قضية تهمة الإخوان والإخوانجية تلصق على أي إنسان يلتزم بإسلامه فأصبحت هي قضية لمحاربة الإسلام قلت له لم يتكلم عليه كان هذا الحديث جانبي بينك لا 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 صراحة عامة خلال الاجتماع نعم خلال الاجتماع وبعدين قلت له في هذا الوقت أنا آتي هنا أتكلم كعضو مجلس جامعة في جامعة منغازي وأريد أن أتكلم على قضايا أنتم تكلمتم في لما قمتم بثورتكم بأن هي ثورة ستعويض للمجتمع الليبي ثورة ثقافية العربية الإسلامية قلت له الآن اكتشفنا أن الكتب الإسلامية بدأت تجمع من المكتبات وتحرق في الشوارع في الوقت اللي كتب اليسار والوجودية وكتب الشيوعيين قاعدة تبع في المكتبات والبعثيين وغيرهم القوميين تبع في المكتبات فقلت له أي ثورة إسلامية هذه ثانيا قلت له أنا عضو في مجلس جامعة أنتم لما قمتم بحركتكم قفلتم من جامعة إسلامية وقلتم تريدون أن تنهوا الفصام النقد بين التعليم الديني والتعليم العلماني فكانت نكبة على التعليم الديني لأننا فقدنا جامعة إسلامية وفي الجامعة العلمانية قلت له أنا حاولنا في جامعة بنغازي أن ندخل مساق عن الاقتصاد الإسلامي فلم نستطيع أن نفعل ذلك الاعتراض الموجودين على ذلك هذا قرار قلت له كان في ظلم للفكر الإسلامي واللتقافة الإسلامية بعد ذلك قلت له حاولنا وأنا أحاول وأنادي بأن يكون هناك تعريب للتعليم في كلية الطب والعلوم منهندسة بالعربية وهناك جامعات عربية تدرس بالعربي هذه العلوم وبعض الكليات في القاهرة تدرس بالعربي وقلت له والأنكة من ذلك أن بلغاريا تدرس العلوم بالبلغارية وإسرائيل تدرس العلوم بالعبرية ونحن أهل اللغة العربية وأهل لغة القرآن لا نستطيع أن ندرس العلوم باللغة العربية هذه قلت لتحتاج إلى قرار سياسي لأن لو تركت لأعضاء مجلس الجامعة فأعضاء مجلس الجامعة لا يريدون أن يفعلوا ذلك والسبب؟ السبب طبعا حيتراكم عليهم الجهد التعريب والتعليم وأشياء يعني هم مرتاحين بالطريقة اللي ماشيين بيها طيب أنت ليش تفترض أنها ساتذة الجامعات؟ هذا كان فيه صراع في مجلس الجامعة في بنغازي على التعريب كان فيه صراع قوي جدا رفضينا اللي عندهم أسبابهم رافضين يا رجل أن ترفض أن كنت قلنا لهم المعرفة عندما تكون باللغة الأم ستزداد حصيلة الطالب قوية جدا إذا كان يحتاج إلى مصطلحات أجنبية فلتدرس له المصطلحات الأجنبية الأطباء السوريين يتعلموا بالعربية وبالكامل ولما يتعلموا اللغة الإنجليزية وألمانية وحاجة يبرزوها وهم من أبرز الأطباء في العالم الغربي فليست القضية قضية أنك لازم لأنه هو التدريس باللغة الإنجليزية في الجامعات في الهندسة والطب رأيه مجرد تحفيظ حتى اللغة مش فاهمينها في يحفظ وحفظ قلة أو إجبارهم على القراءة الإنجليزية بلغة غير مفهومة يقلل من قيمة القدر المعرفي متاحهم لو كان بلغة عربية فالقدر المعرفي سيكون عالي جدا هذا كان ثالثا أيضا اعتزاز بلغتنا اللغة القرآن في الشق الأول من الموضوع عندما تكون أصل العلوم والاكتشافات جاءت من مجتمعات غربية بلغة غير العربية هل الأفضل أنك أنت تقوي اللغة الأجنبية الإنجليزية على سبيل المثال لدى الطالب ومن ثم ينخرت في الدراسة بهذه اللغة لأنها لغة العلم في هذا العصر أما أنك أنت تعرب هذا العلم الذي أنت لم تساهم حتى بـ 1% من اكتشافاته مولانا لغة العلم هي لغة أي دولة تريدها الصينيين يدرسون بالعلم بالصيني وهم وصلوا القمر اليابانيين يدرسوا بالياباني وقد وصلوا القمر الروس يدرسوا بالروسي وقد وصلوا القمر الإنجليز يدرسوا بالإنجليزي وقد وصلوا القمر ليست القضية صحيح أن معظم المادة العلمية متوفرة حالياً الآن بلغة إنجليزية هذا جيد لكن الآخرين عندهم لغاتهم ويمكنك أن تنقل من الإنجليزية إلى لغتك الأم ما تريد يعني هي التحدي التحدي حضاري كيف تشكلت النهضة العلمية في الصين واليابان مثلاً لو كانت هناك حالة قطيعة بينه وبين اللغة الإنجليزية لأنه ربما فيه تسلسل يا دكتور حتى مع وين وصل ثورة الاتصالات في هذه اللحظة في أيامنا هذه هل من المنطقي أنك أنت تأتي لمحتوى علمي الغالبية العظمى منه متوفرة أولاين بضغطة بيكليك بلغة إنجليزية وتفرض على الطالب عندك أن يدرس باللغة غير هذه اللغة هل هذا منطقي دكتور لا بسم الله ما نقال لك أنه هو الآن حتى لما تخش على الإيتي وعلى الكليك متاع آية الله جوجل تستطيع تجد مادة بالعربي موازية لمادة بالإنجليزية لا موازية دكتور لا 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 وبعدين ما هو أنت لا يمكن أن تبدأ من السفر أنت الآن موجودة الويكيبيديا عندها نسخة عربية وعندها نسخة إجليزية يعني العلم الآن هذه حالات دكتور لكن العام أنا أتكلم العلم متاح الآن أنت التحدي بتاعك الحضاري اللي هو ينبني يعني يعني يستند على هويتك تستند على لغتك اللغة العربية لغات القرآن متاعك لغات هويتك إذا أنت انسلخت عنها وبدأت تدرس علومك بلغة أخرى فأنت تتشكل حتى عقليتك بلغة أخرى راه فهي القضية قضية حضارية بس في تسلسل دكتور يعني منطق يقول بنا وبإمكانك أن تتعلم اللغات الأخرى بإمكانك ألقيت في عند القذافي فكرة تلغى اللغات الأجنبية ودرستها في ليبيا لا لأننا فقط لأنك أنت ضربت مثال بالصينيين واليابانيين أنا قلت لك تشكلت القاعدة تشكلت بداية النهضة العلمية لدى هذه الدول على أساس اتباطهم باللغة العصر ومن ثم عندما أخذوا هذا الأساس وصنعوا القاعدة طوروا علومهم بلغتهم هل هذه الفكرة اللي ينادي بها الدكتور علي بزحكوك أم أنها مسألة قطيعة من الأساس لا 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 أنها ليست قطيعة لأن اللغات الآن اللغة مثلا الإنجليزية وهي لغة أساسية الآن لأي علم من العلوم الحديثة بإمكانك أن تتعلمها لكن ليس بالضرورة أن تتعلم بها لماذا لا يتعلمها طالب إذا كان غير مضطر للتعلم بها دكتور؟ ليش؟ لأن عندما تعلم طالب في ليبيا باللغة العربية مستوى التحصيل العلمي متاعها سيرتفع عالي جداً لا تحرمه من اللغة الأخرى علمه اللغة الأخرى كمصطلحات كمعرفة معينة بحيث عندما يخرج إلى الخارج يجد نفسه بإمكاني أن تعامل معها وبالمناسبة في أي لغة من اللغات الأخرى ست شهور إلى سنة تستطيع أن تتعلم اللغة وتدرس بها ما تريد أنت كنت مهتم بهذا الموضوع حتى قبل أن تصبح أستاذ جامعي على مسألة تعريف العلوم وغيرها هل أفهم أن فكرتك الآن تقوم على مسألة أنه في خطين متوازية تعريب العلوم بحيث يدرس الطالب بلغة الأم وبالتوازي مع هذا يكون متمكن من لغات العصر لا يحرم من تعلم اللغات الأجنبية يعني يجب أن يعطى فرصة لا يحرم هي ضرورة إلزام ولا هي اختيار لا ضرورة لأن كنت مازلت في حالة تأخر حضاري وأيضا لتواصل الاطلاع على أحدث ما يكتب في المجالات العلمية والحضارية أكثرها يكتب بلغات أجنبية إلى أن يكون لديك رصيد باللغة العربية فأنت تحتاج إلى أن تتعلم اللغات الأخرى حتى ترفع من قيمة الحصيلة العلمية للأكاديمية لجامعاتك وطلبتك كيف كان تفاعل قذافي مع طرح هذه الفكرة؟ بعد هذه النقاشات بالكامل سكت وثاني يوم كلم محمد أحمد الشريف اللي كان وزير التعليم وقال لنا نحن في ليبيا كان كلام لكله كان هو المقصود أنا نحن في ليبيا مسلمين كلما نحتجلس إلى دعوة وليبي يدعي للإسلام يطلع بره هو ترك موضوع المعرفة وتعريب العلوم بالكامل مسك في نقطة أنك أنت أخواني ما زال مقتنع بها أني أنا نبي نعمل دعوة في ليبيا طيب أنت من وجه جدت الشجاع أنك تواجه حاكم البلد اللي تحت أجهزة أمنية واستخباراتية تجمع للمعلومات توفرها عندما يقول لك أنك أنت أخواني وتقول لا صحح معلومتك صح لأني لست إخوانيا لم تخشى غضب وأنت تعرف ما حصل قبل ذلك لأني أنا لست إخوانيا عندما نقول لك يا خالد أنت شيوعي رد عليك ويقولي أنا مش شيوعي لما رد عليك وانت حاكم بلد رد عليك بتلطف إيه بتلطف أنا قلت له أنت في حاجة إلا أنت غير رأيك وصلنا ختم هذا الحلقة أيضا نشكرك ضيفنا في الشاهد الأستاذ الجامعي والعضو المؤسس بالجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا دكتور علي رمضان أبو زعكوك شكرا جزيلا لك دائما شكر في الختام وصل لكم أنتم أستاذ المشاهدين على كرم طيب المشاهدة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر